هذه الحلقة مثل ما قلت لكم قبل قليل سأعرض فيها الميزان الذي نزن به الذين يقولون نحن مراجع نحن فقهاء نحن علماء والبداية من الكتاب الكريم إنما أحدثكم عن الكتاب الكريم كي تعرفوا بعد ذلك جهل المراجع الطوسيين بدين العترة الطاهرة بمعارف الكتاب والعترة المعصومة سأبدأ من هنا من حديث القرآن عن نفسه القرآن يحدثنا عن نفسه وقد حدثنا القرآن عن نفسه في عدة مستويات هذا مستوى من المستويات في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات القرآن هو الذي يحدثنا عن نفسه فيه آيات فيه آيات محكمة وفيه آيات متشابهة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في سورة هوت ماذا يقول القرآن عن نفسه إنها الآية الأولى بعد البسملة كتاب كتاب أحكمت آياته كل آياته محكمة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة ذلك أفق من الآفاق هذا أفق آخر كتاب أحكمت آياته فكل الآيات محكمة ثم فصلت أحكمت وفصلت والتفصيل أكثر من الإحكام إذن في سورة آل عمران هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة أما في سورة هود فإن الآيات كلها محكمة بل مفصلة والتفصيل أقوى وأمتن من الإحكام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وماذا نقرأ أيضا في سورة الزمر إنها الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة الله نزل أحسن الحديث وأحسن الحديث هو القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشافيا كله هكذا يحدثنا القرآن عن نفسه هل آيات الكتاب متناقضة هذا الكلام لا ينسجم مح كتاب الله كتاب الله آفاقه متعددة وهذا لن تجدوه إلا في ثقافة العترة الطاهرة لن تجدوا الحلول الكاملة والعلاج الناجع الواضح إلا عند محمد وآل محمد إلا عند علي وآل علي إلا عند فاطمة وآل فاطمة الحل الناجع البلسم الشافي عند هؤلاء وليس عند غيرهم القرآن ليس متناقضا هذا جميل بلاغته إذا أخذنا هذه الآيات واقتطعناها اختطاعا قد توحي بمعنى التناقض لكننا إذا تمسكنا بالكتاب والعترة معا مثلما وصانا رسول الله ما إن تمسكتم بهما معا في كل الأزمنة في كل الأمكنة في كل المراحل العقلية وفي كل المنازل القلبية وفي كل المسالك الروحية إذا كان التمسك دائما دائبا مستمرا متسقا متناسقا مستوسقا فإن النتيجة واضحة قد أعطانا محمد الأعظم صلى الله عليه وآله أعطانا ضمانا بذلك ما إن تمسكتم بهما لن لن للنفي التأبيدي لن تضلوا بعد أبدا فجاءنا بلن النافية نفيا تأبيديا وقيد الكلام بقوله أبدا أضاف قيد التأبيدي مرة أخرى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هذا هو القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران يخبرنا عن أن آياته منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه وفي الآية الأولى بعد البسملة من سورة يهود يخبرنا من أن كل آياته في غاية الإحكام والتفصيل في غاية الإحكام كتاب أحكمت آياته وبعد ذلك فصلت وهنا في سورة الزمر في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إلى آخر ما جاء في الآية إنني أذهب إلى موطن الحاجة لضيق الوقت فالقرآن يصف نفسه بأنه متشابه الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في مقام آخر تلكم الآيات التي قرأتها عليكم من سورة آل عمران من سورة هود من سورة الزمر تصف القرآن في مستوى واحد ولكن من حيثيات متعددة إنها ناظرة إلى سياق العبارة إلى التراكيب اللفظية حينما يكون النظر موجها إلى كل آية بحسبها هناك مستوى آخر يتحدث فيه القرآن عن نفسه في سورة الزخرف في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة إنا جعلناه قرآنا عربية الكلام هنا عن المصحف إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون ومر الكلام بخصوص هذه الآيات في الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج نفسه لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون وإنه هذا الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بحسب تفسير العترة لقرآنها فإن الكلام هنا عن علي عن علي عن علي عن علي قد تلاحظونني أنني لا أستعمل كلمة الإمام حين أتحدث عن أمير المؤمنين إنني أقول علي علي لأن الإمامة شأن من شؤونه وعينما أصفه بهذا الوصف إنني أسيء إليه إنني أسيء إليه أنا لا أمنع الآخرين من هذا إنني أحدثكم عن الذي أعتقده لا شأن لي بالآخرين ولا أعد قول الآخرين حينما يصفون أمير المؤمنين بالإمام لا أعد قولهم خطأا لكنني لا أستعمل هذا الوصف لأن الإمامة شأن من شؤونه هو أوسع من الإمامة علي أعظم من كل هذه المعاني وأعظم من كل الذي يدور في ذهني مثلما أقول الله مثلما أقول الله ولا يحتاج الله إلى أوصاف فهذا وجه الله علي وجه الله علي وجه الله وإنه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم عطر علي يفوح من هذه الآية بحسب تفسيرهم لقرآنهم بحسب تفسيرهم لكتابهم هذا فإن الآية في علي في علي في علي لا أريد الوقوف طويلا عند الآيات لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب هو 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 علي علي هو 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 علي إنها سورة البقرة بعد بعد البسملة المطالب لام مي رموز رموز هذه الرموز تشير إلى حقيقة عظيمة ذلك الكتاب لا ريب فيه هكذا يقولون في تفاسيرهم من أن ذلك الكتاب تشير إلى القرآن وذلك للبعيد إنها تشير إلى منزلة عظيمة عالية بعيدة جدا لهذا الكتاب كلام سخيف سخيف إلى أبعد الحدود دقق النظر في الآيات ذلك الكتاب الكتاب الحقيقة الجامعة وكتب جمعة وقيل للكتابة التي تكتب بالأقلام قيل لها كتابة لأن الكاتبة يجمع بين الحروف ويجمع بين الكلمات ويجمع بين الصطور ويجمع بين الصحائف حتى يتكون الكتاب عملية جمع كتب في لغة العربي جمع ومن هنا فإن مجموعة الجند يقال لها كتيبة ويقال لمجموعات يتشكل منها الجيش الكبير كتائب ذلك الكتاب الإشارة إلى حقيقة جامعة إنها الحقيقة التي ذكرت في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أمير المؤمنين هو الذي يقول في كلماته من أنه هو هذا الإمام المبين علي هو الإمام المبين الذي جاء ذكره في هذه الآية في سورة ياسين وكل شيء هذا المصحف شيء من الأشياء التي أحصيت في علي وإمامته علي شيء من الأشياء التي أحصيت في علي علي أوسع من كل هذه المعاني ولذا نخاطبهم نخاطب محمدا وآل محمد في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم المضمون هو هو كيف ذل كل شيء لهم لأن كل شيء يتعلف من أشياء وهذه الأشياء هي جزء من ساحة ولايتهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا هو الكتاب الذي جاء مذكورا في أوائل سورة البقرة ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين انظروا في الآيات الآية هكذا تقول ذلك الكتاب هناك حقيقة هذه الحقيقة هي التي لا ريب فيها وهي التي تكون هدى للمتقين حقيقة قائمة بنفسها ذلك الكتاب ذلك الكتاب تلك هي الحقيقة تلك هي الحقيقة المنفردة القائمة بنفسها المتشخصة بذاتها ذلك الكتاب لا ريب فيه أولا هدى للمتقين ثانيا وانتهى الكلام في الآية من هم هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك إنه المصحف إنه القرآن المنزل والمكتوب والمجموع فيما بين الدفتين فلن يكون الكلام مستقيما ومنسجما إذا كانت الآية قالت ذلك الكتاب تعني به هذا المصحف وبعد ذلك تعود الآيات كي تتحدث عنه في هذا السياق لا يكون الكلام بليغا ولا يكون الكلام منسجما ولا تكون المعاني متسقة ومنتظمة بشكل صحيح ذلك الكتاب إنها حقيقة قائمة بذاتها راسقة بنفسها هذه الحقيقة لا ريب فيها وهي كما وصفها القرآن هدى للمتقي المتقون هؤلاء الذين تلك الحقيقة سببا لهداهم آثار هذا الهدى أين تظهر تظهر في أوصافهم الذين يؤمنون بالغيب هذه الأوصاف تأتي متفرعة عن الهدى الذي نالوه من ذلك الكتاب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الإيمان بهذا المصحف والإيمان بالكتب السابقة هذا جاء في سياقي يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يا علي محمد صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين يا علي يا علي أنت أصل الدين أنت أصل الدين هو هذا أنت أصل الدين سائر تفاريع الدين تأتي بعد ذلك في حاشية ولاية علي في سياقي ما يتفرع عن معرفة علي وهذا هو ديننا هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله محمد الأعظم أكذا يريد منا أن نفكر وحقائق القرآن هي التي تقودنا إلى هذه النتيجة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ماذا تقول أحاديثنا في جوامعنا الحديثية التفسيرية إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثلاثين يحدثنا القمي بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه قال الكتاب علي علي لا شك فيه الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين قال بيان لشيعتنا إلى آخر ما جاء في آيات سورة البقرة الصادق يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب علي 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 لا شك فيه هذا هو مدار قرآن ومدار عقيدتنا نبتعد نعود إلى علي نقترب نلتصق بعلي نستيقظ فإننا في فناء علي ننام فإننا في رحمة علي علي كل شيء عندنا مثلما يقولون الشيعة من أنه حلال المشاكل لكنه يمثل المشكلة للآخرين علي هو المشكلة وهو الحل علي لم يكن قد صنع المشكلة بنفسه هم الذين صنعوا المشكلة بأنفسهم وإلا فعلي مثلما نعتقد نحن بأنه حلال المشكلات هعلي هعلي بشر بشر كيف بشر هعلي بشر بشر كيف بشر ربه فيه تجلى وظهر هو المبدأ شمس وضياء هو الواجب نور وقمر ليس يدري يا أمير الأمراء ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ماه يا أمير الوجود ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ماه يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك تنفل أنداد والأشباه ليس يدري يا أمير الأمراء ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ماه يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك تنفل أنداد والأشباه قلت للقائلين في أنك الله أفيق أفيق فالله قد سواه هو مشكات نوره والتجلي علي علي هو مشكات نوره والتجلي هذا هو أمير المؤمنين سر قدس سر قدس جهلتم معناه هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه أظهر الله دينه بعليه في وقع الأرض وعلى هذا التراب فوق هذا الصعيد أظهر الله دينه بعلي بعلي لا فتى إلا علي لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لو لاه ممكن واجب قديم حديث يا أمير المؤمنين عنك تنفل أنداد والأشباه لا أريد أن أفتح باب الشعر والشعر يضيع يضيع حينما يقال في أفنية ألطاف علي لا الشعر بقادر ولن نثر بمقتدر أن يقترب من أفلاك حقيقة علي علي هو علي وسيبقى علي علي في ظاهره علي وعلي في باطنه علي مثلما يقول سيد الأوصياء كنت كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ظاهرا نذهب إلى فاصل